أتمنى لكم حاجة واحدة هو أنّا مليكن عندكم السن ديالي تكونوا كتسوقوا السيارة في حالي جيس أنا كتسوق سيارة بارك الله عليكم أدخل اليوم إن شاء الله يخليك وده خلوني تدخل غدي ندخل وده منعوني غدي منعوني وده بغوا يحكموا غيابين حكموا غيابين وده بغوا يعدموني عدموني وده بغوا يعتقلوني اعتقلوني وديروا قاعد الأم بالإيداع دابا وده بغوا هذا كشغلهم أنا كنا عبي أنني أنا عندي مشكلة مع السلطة السياسية ولكن ترأى السلطة السياسية سميته عبطي الحموشي عبطي الحموشي عنده مشكلة مع التجسوس والتجسوس ما شغل معي أنا معي ومع منجيب وعبد الممني ومع الرئيسوني ومع عمر رادي ومع هاجار كل شي دبا هما فتح الرسم لأنهما استعملين التجسوس ديالبيغاسيوس بايش يدخلونا للحباسات ولكن نحن غادي نبينه بأنه الذي يستحقه أن يكون موضوع متابعة هو رئيس السلطة السياسية لأنه يتجسس ويقوموا باتكاب جرائم وعراب بالنسبة القانون تشراء ديال المغرب لكي نقول لكم هو أنهما تدبوا أربعين يوم هادي يكون يوم 14 فبراير يوم 14 فبراير يوم الحب وهو نهار اللي خلقت فاهيانه هادي نكون كملت عدو سبعين عام وبتخلت في 80 غادي ندل خطوات ديالي الهر الأول في السنة 80 اللي باقعات جاية في الطرق وأنتمنى اللي يكون عنده 80 عام وتعدو 80 عام عام يمكن اللي يتكلم وينادل ويسوك السيارة هادي نتمنى أما أنا نتمنى اللي هو الغيره من الناس اللي بتوغاس ديال البلاد هادي مستجدد يلميق مستجدد يلميق هاي الدفاع ما عبش غادي وقع ليها أنا غادي ندخل ووادي ندافع على راسي ووادي نطلب حقي المطلق في الدفاع يكون حاضر معايا ولكن يا الطغات ما تنتظروش منهم يحترموا القانون الطاغيه هو طاغية وما تضنوش ما ان الطاغية ما يبقاش طاغية تكونوا متفقين ها الرحمة سيد ربي رانزلت اشتيادي دابواش الطاغات ديال المغرب غادي حسب بالرحمة سيد ربي او للعكس والله عالم رادي تبتحنوا اليوم وذا كانوا هادي بقوا في الطاغات يمشون مع الطاغات عندك الباسانيتر الباسانيتر عندي ولكني ما نوريش لانا انا ضد الولوج الى المرافق الأمومية في القانون ديال الحرج الصحي يقولك لا يمكن القانون ان يمسى بحرية الولوج الى المرافق العمومية المرافق العمومية تستخدم حلولة مفتوحة بغوا يخلوني ندوزوا وهذاك ما بغوا ليش خليني ندخل اللي هلا يدخلوني أنا اللي كمني ودخل للجنة ويدا غالي المحاكم اولى الادارة ويشدوها أنا حاجة واحدة كتمني ويدا اللي مندخلش للجنة اما اندخل الادارة والمحكامة ولا للحبس لا يهموني مطلقا اللي يوقع انه المحامين ما حضروش وأنا التازمت مهلع اللي تحيق الدفاع ديالي وتأخرت الخاديان خمسين ناير على الساعة الثانية ان شاء الله ويتوصلت بالغولي المطالب الميدانية لا تشوف هذه الطائرة اللي انا قلت له استحر كانت بزاف عليها شكو استحر تتطلب مليون ديالدرهم مرتي اميرة اميرات من الإمارات ورد الخليج السيد، هل هناك مؤذرة من أحد الشمعية في حقوقها في المغرب؟ هل هي؟ لذلك تنوب عليها الحج أرخ دينا تصريح ديالها ماذا تقول في هذه القضية؟ ماذا تكون هذه؟ هل هناك مؤذرة؟ ماذا من هذه الشمعية؟ لا أعرفنا لا أعرفنا أولا نقول لك واحد كلمة عمر رادي كان دواء للتجسوس بيغاسوس حشو له واحد البنت لكي نسونا في التجسوس لكيهم المستقبل البلد والسيادة ديال الوطن وبدأنا كندوع العيالات سليمان الريسوني كندوع للحريات زابوا له واحد المثلي وبدأنا كندوع المثلي هادو جابوا لي هذا الشطاحة وبزاف عليها تكون شطاحة لأن الشطاحة ديال الفن كنحترمها أما الشطاحة ديال النوع هادة ما كنحترمهاش تماما بشكل أمور واضحة لا أحترم الإنسانات ديلا من قريب ولا من بعيد شطاحوا بزاف عليها تكون شطاحة وتدعيني على تشطح تلك أقول لي بزاف عليك تكون تشطحة السيدة هدي جابوا هاليا باش ننسى المهم شنو المهم؟ المهم هي الموقف ديالي فيما يخص الشرطة السياسية كلامي فيما يخص المناجم ديال طاتا ديال الدهاب وضرورة أنك سنتحاسبوا مع مناجم باش تأتينا رسقنا وطبق القانون وطانيا الفلوس ديال الفوسفات وأخي يجيبوا لي خمسة يجيبوا لي خمسين ديال عيالات هلها النفسية ديال أوسات زيان؟ معطابرة يجيبوا لي خمسين ديال العيالات وزيد لي خمسين ديال متليين وخمسين ديال المعزات ولكنك سيتم ذو بشي ولو حتى شعرات أنا كنتم أيضا على الدهاب ديال طاتا على الملايار في الدولار ديال الدهاب ديال طاتا يعطونا الدهاب ديالنا الفوس مستطني نتحاسبوه يعطونا رسقنا ويخلوا العيالات في تقار والجمعيات في تقار والمحابي في تقار والحقق في التقار والدهب يجي